السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب مصورين ومصورات كل عام أنتوا بخير طبعاً آسف انقطعنا عنكم فترة طويلة عن دروس تجيل الدروس والتلميحات لكن إن شاء الله بالفترة الجاية راح نحاول نرجع شوية شوية اليوم عدنا درس بسيط إن شاء الله يكون مفيد يخص المعالجة ومفهوم التصوير ومفهوم الـ HDR أو الـ High Dynamic Range اللي نسمع عنا دائماً خلونا نسوي فالتاست صغير مثل ما تعرفون إنه الفرق بين الراو والصورة الجي بي جي الفرق بها يكون إنه الحجم أكبر وبما إنه حجم ملف الراو أكبر من الجي بي جي هذا يدل على إنه الراو بكمية بيانات أكبر وبالتالي يكون قابل للتعديل بشكل أكبر يعني مثلاً الآن ملف الراو اللي أمامنا لو أريد نشوف الإنفو راح نشوف إنه حجم الملف يكون 23 ميجا بايت بينما نفس الصورة الامتداد الجي بي جي نسخة الجي بي جي تكون 6 ميجا بايت الفرق بياناتهم إنه جي بي جي تكون محدودة بقابليتها على التعديل يعني ممكن نعدل الإضاءة بمستوى معين نعدل اللون بمستوى معين على عكس ملف الراو لذلك يكون حجم ملف الراو أكبر نفس الشي لما نريد إحنا نحمل صورة من الإنترنت صورة الإنترنت يكون حجمها على سبيل المثال 800 في 600 تقدر تعدلها أو تقصها أو تسوي لها إشياء بسيطة تختلف عن الصورة اللي تكون full resolution اللي راح نسوي شنو إحنا دائما نسمع نقول أخذ أكثر من تعريض وحتى ندمجهم بعدين هذا المصطلح بحد ذاته يدخلك إلى تفاصيل جدا شبيرة الموضوع هو مو إنه أنا عندي ثلاث صور وثلاث تعريضات وأدمجهم وتطلع مثل النتائج اللي نشوفها لما نبحث على كلمة HDR مثل ما نتود تشوفهم قدامكم على الشاشة هذه النتائج اللي موجودة هذه صور اللي هي tone mapping اللي هي يكون التعديل بيها والصورة تشوف مناطق الظل والضوة بنفس الوقت تماما مثل ما ممكن بمبالغة أكثر من ما تشوفها العين إحنا اللي نريد شنو ريد نتعلم شلون نقدر نستفاد من التعريضات اللي موجودة عندنا وحتى نعدل الصورة بس بدون ما نطلعها بهذه النتيجة يعني تبقى الصورة يعني مقبولة للعين اللي راح نسوي شنو التعريضات اللي نصورها نحاول ندمجهم واحد فوق الثاني بحيث ناخذ فقط بيانات الصور يعني المتعارف عليه لما نقول ندمج صور مثلا أو تسمى من مكان مثل ما بالصورة اللي انتوا شايفيها الآن الصورة الآن السمى بيها يعني bright بينما الصورة الثانية يكون السمى بيها واضحة الطريقة الاعتيادية انه احنا نخلي صورة فوق الثانية ونمسح السمى من هذه الصورة وهكذا وفقط يعني انه نخلي واحدة فوق الثانية ونمسح أجزاء ناخذ أجزاء هذه الطريقة الاعتيادية اليوم راح نتعلم على طريقة ثانية واحترافية أكثر اللي احنا نشتغل انه ما ناخذ الصورة كملف صورة مثل يعني قابل للعرض راح ناخذ بيانات اللي موجودة بالصورة ادنا ثلاث تعريضات مثلا اربع تعريضات راح ناخذ بياناتهم ونخليهم بصورة واحدة بحيث تكون عندنا ملف واحد لكن حجمه حجم ثلاث ملفات مجموعة سوية بحيث يصير عندنا بيانات أكبر وقابلية للتعديل أكثر بحيث نقدر نعدل أدق مناطق الصورة خاصة الهايلايت وأدق منادق الشدو خلينا نشوف شون اللي راح نسوي الآن لو ردنا نسوي فالتجربة صغيرة نفتح الفوتوشوب وناخذ صورة راو صورة واحدة راو ونفتحها بالكاميرا رو الآن لو فتحنا هذه الصورة اللي هي براو وحجمها واحد تقريبا مثل ما شفنا 23 ميجا بايت أو أكثر الآن لو فتحناها راح نشوف أنه الصورة أقصى هذه طبعا صورة واحدة أقصى إمكانية لتعديل الإكسبوجر على سبيل المثال مثل ما أنتوا شايفين هنا الآن الإكسبوجر أقصى رقم أقدر أوصل له اللي هو خمسة أوكي وأقل الرقم اللي ممكن أوصل له اللي هو سالب خمسة طبعا مع السالب خمسة راح ترجع لي بعض من تفاصيل السمع لكن التفاصيل البقية راح تختفي تماما ونفس الشي مع الإعدادات البقية مثلا الهايلايت لو قللنا الهايلايت راح نوصل إلى سالب 100 وتفاصيل السمع بعدها إلى حد الآن ما واضح ونفس الشي لو ردنا نقلل الإكسبوجر ونرفع الشدو حتى نوازن الإضاءة نوعا ما راح تتوازن لكن كثير من التفاصيل هنا راح تختفي وهذا واحد من الأخطاء اللي دائما نقع بيها كمصورين أثناء المعالجة أو أخطاء تستخدام المفرط للمعالجة أو ما يكون التعريض مضبوط عندنا اللي راح نسوي شنو إحنا هسا حاليا راح نبلش بالطريقة اللي راح نشتغل بيها أول شي نروح على File بعدها Automate بعدها Merge to HDR Pro Merge to HDR هذا راح نختار بالتعريضات البرنامج Automatic راح يأخذ لي البيانات اللي موجودة بالصورة ويجمع هذه البيانات وينطينيها على شكل ملف RAW واحد خلي نشوف إمكانية تعديل ملف RAW الواحد نضغط Prose والآن أنا راح أختار ثلاث تعريضات اللي هي Highlight واللي هي Dark واللي هي Mid Tone اللي تكون متوسطة بين اللقطين نضغط Open الآن راح نشوف الثلاث ملفات هنا هذا الخيار دائما نخلي عليه صح لأنه إذا طبعا الصور لازم تكون على Stand Tripod والتفاصيل تكون ثابتة 100% والتصوير يكون سريع لازم تكون تفاصيل وأطراف الصورة متطابقة تماما إذا ما كانت متطابقة أو تتصور by hand ما مستخدم ال Stand فعل الخيار هذا الـ Automatically Align راح يحاول يضبط لي حدود وأطراف الصورة نفعل هذا الخيار ونضغط OK الآن اللي راح يصير البرنامج راح يفتح لثلاث صور ياخذ البيانات اللي موجودة بيها على اعتبار ملف RAW هو فقط بيانات راح ياخذ البيانات يجمعهم شي فوق شي ويفتح لي ملف الكاميرا RAW بملف واحد لكن ملف حجمة جدا ضخم جراء البيانات الموجودة بي راح تكون قابلة للتعديل بتفاصيل أكثر خلينا ننتظر ونشوف شون اللي راح يصيروه الآن بينما رندر البرنامج يقوم بتكديس الملفات لو نلاحظ بالأسفل هنا حجم الملف هو 102 ميجا بايت يعني الصورة واحدة فقط أو ملف واحد صار حجمة 102 ميجا بايت ذكروا يا الصورة اللي تحملها من الانترنت اللي يكون حجمها كيلو بايتات إمكانية تعديلها يكون أقل بهواية من الملف اللي يكون حجمة 6 ميجا بايت اللي هو يكون بالدقة الكاملة وملف الرو اللي كان حجمة 21 ميجا بايت تقريبا يكون إمكانية التعديل بأكبر من جي بي جي اللي هو 6 ميجا بايت الآن لما يكون عندنا ملف بحجم 102 ميجا بايت راح يكون إمكانية التعديل بجدا عالية وبالتالي تقدر تعدل الهايلايت الشادو اللون كل التفاصيل اللي موجودة عندك بدقة متناهية وبدون ما تأثر على مناطق أخرى من الصورة الآن بعد ما اندمجت برنامج دمج الملفات أو الصور الثلاثة راح يفتح لنا نافذة هنا نشوف ترتيب الصور هذا اللي هي ناقص واحد وهذه صفر وهذه زائد زائد ثلاثين أو زائد ستة وثلاثين هذا يقرأ لنا البرنامج الصور الهايلايت والدارك وصورة الميت تون اللي هي المتوسط الآن بعد ما طلعت هذه النافذة نتأكد أنه هنانا البيت يكون من البيت يكون 32 بيت 32 بيت يعني نحافظ على بيانات الصورة بأقصى ما يمكن صورة الرو أول ما نفتحها من الكاميرا مباشرة راح نشوفها ثمانية بيت يعني كمية البيانات اللي موجودة بيها تكون قليلة بعد ما دمجناهم بهذه الطريقة وكدسنا البيانات راح تتحول الصورة إلى 32 بيت يعني كمية البيانات راح تكون أكبر الآن نفعل 32 بيت ونضغط انتر راح يسوي الكرييتينج فايل هنا نشوف Merge to HDR يعني دمجها لـ High Dynamic Range High Dynamic Range المصطلح الصحيحي إلى هو مصور اللي شفناها بالبداية أو الفكرة اللي متعارف عليها HDR هو الصورة تكون ديناميكيتها عالية وكمية البيانات تكون بيها أكبر الآن بعد ما ندمجت الملفات الثلاثة راح يفتح لي واجهة الكاميرا رو مثل ما أنتم شايفين الآن الملف شوفوا الملف النهائي صار 196 ميجا بايت ببداية انتاج الملف كان 105 تقريباً الآن وصل إلى 196 مباشرة نفتح لي خيار الكاميرا رو الآن لو نشوف حتى نشوف الفرض قبل شوية لما فتحنا الملف الرو اللي كان بوحدة يعني بدون دمج التعريضات البقية كان أقصى شيء بالإكسبوجر ممكن نوصل إلى خمسة الآن لو نشوف أنه بالإمكان نوصل إلى عشرة اللي هو ألف يعني الإكسبوجر نقدر نرفع إلى حد قيمة الألف يعني صار عندي مجال أنه أنا أتحكم أكبر صار عندي زائد ألف وصار عندي ناقص ألف وهذا الشي ينطبق على كل الخيارات البقية الآن لو نريد نرجع ونشوف يعني نسوي فد إكزامبل فد مثال لو قللنا شوية الإكسبوجر ورفعنا الشادو ورفعنا قللنا الهايلايت حتى نرجع ملفات السماء رح نشوف أنه صارت عندنا إمكانية للتعديل والكاميرا رو أصبح ينطيني إمكانية وقدرة على التعديل أكبر من السابق يعني أكبر من من لما كانت عندي صورة رو واحدة أو ملف جي بي جي واحد الآن لو نشوف فعسنا خلنا نتذكر هذه القيم اللي إحنا سويناها اللي عندنا سالب 1.25 وسالب 60 سالب 60 زائد 30 لو هذه القيم نفسها حاولنا نسويها على ملف رو واحد خلنشوف شن اللي راح يصير عندنا الآن نضغط أوكي طيب الآن إذا فتحنا صورة واحدة رو شوفوا هنا بالأسفل بالبيانات الصورة تقرأ 8 بيت بينما هناك كانت عدة 32 بيت لو قللنا سالب 1.25 مثل ما كانت بالصورة السابقة هنا زائد 30 تقريباً نحاول نوازن الصورة نرفع الشدو ونقلل الهايلايت على أقل تقدير أنه نقدر نبرز تفاصيل الغيوم مثل ما موجودة بالصورة النتيجة السابقة يعني هذا أقصى شيء ممكن أني أقدر أسويه حالياً حتى الشدو وصل إلى الأخير لو أريدنا نضغط أوكي ونفتح الصورتين راح نشوف أنه الصورة الثانية ضررت بشكل كل شيء بها خاصة بمناطق الغيوم يعني لو أريد نسوي زوم ونشوف الفرق بين مناطق الهايلايت مع العلم أن الصورة ما كان بها أي تفاصيل طيب الآن بعد ما فتحت الصورة خلينا نسوي زوم على مناطق من السماء ونشوف هذه المنطقة بالصورة المكونة من تعريض واحد ونفس المنطقة المكونة من أكثر من تعريض لو تشوفون الفرق بالتفاصيل خاصة بهذه المناطق هذه الآن حالياً لو فرضنا نريد يعني نشوف التفاصيل هنا أنا أكو تفاصيل مبينة اللون مو أبيض تماماً يعني حالياً لو نشوف هنا الخيار التحديد الإضاءة ما يكون أعلى مكان بينما بالصورة السابقة حالياً لما نريد أضغط رح أشوف أنه هنا ما يوجد تفاصيل مثل ما تريد تشوفون تفاصيل ما موجود بيها مجرد لون واحد وهذا الشيء دائماً نحاول نبتعد عنه لأن الصورة لازم تكون بيها تفاصيل كاملة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين ومن الأعلى إلى الأسفل فالآن بهذه الطريقة دمجنا البيانات الصورة ما دمجنا التعريضات دمجنا بيانات الصورة خلينا الصورة تكون بيها كمية من البيانات أكبر وبالتالي أنا أقدر أعدلها بمدى أكبر من الصورة إذا كانت بتعريض واحد طبعاً هذا الشيء شوكت أنا الجعلة وشوكت أنا أستخدمها لما أصور بخاصة تصوير الطبيعة ويعني يكون وقت النهار يعني منتصف النهار لما أصور بمنتصف النهار الشمس تكون عمودية راح يكون إذا صورت حتى أركز على مناطق الظل مناطق الظل راح تكون جداً حالية يعني أنه إذا أخفت التعريض على مناطق الظلال فراح يكون السماء وتفاصيلها تختفي وإذا حاولت أضبط اللايت ميتر مالتي على السماء مناطق الشدو راح تكون مظلمة تماماً وهذا الشيء دائماً إحنا نريد نتخلص من عنده فالآن ذكر لما تريد تصور حاول أنه أنت تأخذ ثلاث تعريضات وتدمجهم بهذه الطريقة ويتكون ملف واحد حجمه كل الشبير وتبلش تعدل به مثل ما تحب طبعاً من مساوأ هذه الطريقة أنه تحتاج إلى جهاز قوي ومواصفات عالية حتى يكون أداء الطريقة وأداء استجابة البرنامج تكون أكبر إن شاء الله أتمنى تكون المعلومة خفيفة وبسيطة عليكم وتفيدكم لاحقاً آسف على الإطالة وإن شاء الله تفيدكم بالمرات الجاية وبإذن الله نلتقيكم بدرس قادم إن شاء الله لا تنسونا بالدعاء وبإذن الله نرجع لكم بمعلومة أخرى في أمان الله